صدت قوات المقاومة المشتركة خلال الساعات الماضية أكبر محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديريات بيت الفقيه بمحافظة الحديدة وكبدتها خسائر فالحة قتلى وجرحة وأسرع مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية نفذت عملية انتحارية في محاولة لاختراق تحصينات ألوية حراس الجمهورية بمزارع منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وسرعان ما انتهت بالفشل الدريع ومصرع وجرح معظم المشاركين فيها موضحا أن أربعة من استطلاع عناصر المليشيات الحوثية وقعوا بأجهزتهم في قبضة أبطال حراس الجمهورية قبيل تنفيذ العملية وتم كشف كامل مخطط المليشيات الذي سرعان ما انكشف وسرعان ما وجدت المليشيات نفسها في كماشات محكمة ولفت أن المواجهات استمرت زهاء ست ساعات متواصلة أنهت حلم المليشيات الحوثية في فتح تغرة من الجاح لتخفيف الضغط على عناصرها المحاصرين داخل مدينة الدريهمي منذ أسبوعين وذكر أن أحد أبطال حراس الجمهورية استشهد وأصيب أربعة آخرون خلال المواجهات فيما سقط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وفر البقية مخلفين وراءهم أسلحة وغنام